بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم شعب مصر العظيم أبناء الوطن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الشعب كلمته ووصلت الرسالة مصر هي غاية المراد نعم استفى المصريون أمام لجان الإقتراع داخل مصر وخارجها تلبية لنداء الوطن صانعين بتراسهم ووحدتهم ملحمة في حب مصر مبروك للمصريين فقد شاهدت الانتخابات الرئاسية زواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم أولا خروج كل أطياف الشعب لتقول رأيها حيث صعب التمييز بأن المرأة هي التي كانت فأول السفوف أم الشباب كبار السن أم زاوي للهمم العمال أم الطلاب فكانت نسبة التصويت هي الأعلى في تاريخ مصر ثانيا لا تجاوزات ولا خروقات شابة العملية الانتخابية بل حازت على إشادات من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأهلية المحلية والدولية ومن قبلهم إشادة الناخبين ثالثا تنوع المرشحين وبرامجهم حيث خاض الصباق الانتخابي ثلاثة منهم يمثلون أحزابا مختلفة الاتجاهات والتوجهات ولها تمثيل نيابي مميز ومرشح فضل أن يكون ظهيره الشعب كما كان هناك التزام أخلاقي من المرشحين الأربعة فلم يوجه أحد منهم للآخر نقضا شخصيا رابعا أقل نسبة انفاق مالي على الدعاية الانتخابية وحياد غير مسبوق من كل وسائل الإعلام المقروعة والمرئية والمسموعة خامسا تعاون الوزارات والهيئات المعنية مع الهيئة الوطنية للانتخابات في الإعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي الأهم حتى خرج بصورة حضرية طليق بتاريخ ومكانة مصر وكالعادة نزاهة القضاء المشرفين على الانتخابات وحياد رجال الشرطة في تأمين مقر الاختراع فالفائز في هذه الانتخابات هو الوطن والكنز اسمه المصريون شعب مصر العظيم العدالة المساواة الشفافية ثلاثة مبادئ التزمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة اليوم فإلى جانب الإشراف القضاء الكامل على الانتخابات ووجود قادن على كل صندوق في كل اللجان المنتشرة في مدن مصر وقرها سمحت الهيئة لممثل البعثات الدبلوماسية وأعضاء منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بمتابعة لجان الاختراع وإجراءات التصويت والفرز لتصبح العملية الانتخابية على مرأة ومسمع من الجميع فلم يكن هناك ما نخفيه بل كان لدينا ما نفخر ونتباه به فوقف الخلق جميعا ينظرون كيف نبني قواعد الدموقراطية تحيّة إجلال وتقدير إلى المصريين جميعا الذين رسموا مستقبلهم بأحرف المنور من خلال مشاركتهم في هذه الانتخابات التي من المؤكد أنها ستظل محفورة في وجدان الجميع وستبقى نموزجاً فريداً يحتزى به في الاستحقاقات القادمة كما أتقدم في هذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير لكل قضوات مصر الأجلاء الذين تفانوا وبذلوا الجهد وكانوا على قدر الحدث والمسؤولية وتحيّة للرجال الشرطة البواسل على دورهم البارس في حفظ الأمن وتأمين العملية الانتخابية وأتوجه جزالك بجزيل الشكر والعرفان إلى زملائي أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي والعملين بها لما بذلوه من جهد وتحملوه من مشاق على مدى أشهر طوال من أجل أن تخرج الانتخابات بالصورة المشرفة التي يطالق بمكانة مصر والمصريين وسأعرض على حضراتكم الآن نتيجة فرز سناديق الإقتراع عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 67 مليون 32 ألف 437 ناخبا عدد من قدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليون 477 ألف 668 ناخبا بنسبة مشاركة وصلت 66.8 من 10% أربعة واربعين مليون 288 ألف 361 بنسبة 98.9 من 10 من إجمال الحضور عدد الأصوات الباطلة 489 ألف 307 صوتا بنسبة 1 و 1 من 10 من إجمال الحضور 308 ألف عدد ما حصل عليه كل مرشح وفقا لأعلى الأصوات السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي 39.702 ألف 39.702 ألف 451 صوتا بنسبة 89.6 من 10 من إجمال الأصوات الصحيحة السيد حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر 1.986.352 صوتا بنسبة 4.5 من 10 من إجمال الأصوات الصحيحة السيد محمد فريد سعد زهران وشهرته وشهرته فريد زهران 1.776.952 صوتا بنسبة 4% من إجمال الأصوات الصحيحة السيد السيد عبد السند حسن محمد يماما وشهرته عبد السند يماما 822.606 صوتا بالنسبة 1.9 من 10% من إجمال الأصوات الصحيحة وبناء على ما تقدم اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات زهر اليوم وأصدر القرار رقم 39 لسنة 2023 باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية داعياً للمولى عز وجل أن يوفقه في مسيرته نحو تحقيق التنمية والرخاء لمصر وشعبها وأقول للمرشحين الذين لم يحالفوا بالتوفيق فستم باحترام المصريين فستم بإعلاء قيم الدموقراطية وفاقكم الله فيما هو قادم شعب مصر العظيم أديت وزملائي أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية المهمة الموكلة إلينا بضمير وحياد القاضي وأثبتنا وبحق أن لمصر قضاه وأثبتنا وبحق أن لمصر قضاه جعلوا الوطن غايتهم والعدل شريعتهم عاشت مصر الرائدة أبدا الباقية خلدا المستمرة فخارا وعزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر